صار الزمن القضائي في القضايا ذو ما مسألة حتمية أما تونا أرجعولها بشوي أولاً في البداية قضية عبير موسي من أكثر القضايا الموجودة في تونس المحيرة هي من أكثر القضايا اللي فيها أسئلة وما فيهش برشا إجابات لأنه ما علق في المخيال التونسي شنوها؟ أنه رئيس حزم مشات إلى القصر الرئاسي بشتاخد شارج حول تقديم قضية معينة انتهت المسألة بإيقافها هذا شنو قد في ذهن التونسي أنه مشات بشتاخد شارج تم إيقافها والمحير أكثر أنه لم نرى في مقاطع فيديو وفي تسجيلات مناوشات مع الأمن الرئاسي مثلاً أو معارك صارت مع الأمن الرئاسي وحتى المحذر اللي كتبوا عدل التنفيذ اللي كان معاها والمحذر هذا شفناه في مواقع تواصل الاجتماعي يتحدث على أنه المسألة كانت عادية وما فيها حتى مناوشات وحتى السراعات وحتى المحامين يأكدوا نفس المسألة حتى الناس اللي توقفوا معها تم إطلاق سراح وهذا يأكد أنه مسألة ليش بالخطورة اللي نحكيوا عليه لكن لازمنا فما نقطة أساسية لازمنا نركزوا عليها أنا قلت لك بيقدر ما فما أسألة وما فما إيجابات لكن فما نقطة أساسية يجب التركيزوا عليه الخلاف الأساسي ما عشكون صار صار مع مؤسسة الأمن الرئاسي مؤسسة الأمن الرئاسي خلينا نقوله راه من أكثر المؤسسات في تونس انضباطا ومن أكثر مؤسسات في تونس تطبيقا للقانون ومن أقل المؤسسات النجمون نحكيوا على مخالفتها للقانون والمؤسسة دي الميزة متاعها شنيا أنه عندها البعد السياسي يعني عندها حتيك مباشر مع السياسي شنو الفرق ما بين الأمن الرئاسي مثلا والأمن العمومي أو الفرق المختصة أنه الأمن الرئاسي كان مرافق لعدد كبير من العناصر السياسية وكان مرافق لعدد كبير من العناصر الرسمية سواء وزراء أو رئيس جمهورية أو رواسي حكومات وكان وما زال مرابط في مجلس نواب الشعب وبالطبيعة احتكاكه مع السياسيين يخلي عنده خبرة في التعامر مع السياسيين وبالتالي حتى المسألة هذه مدى انضباط الأمن الرئاسي يزيد يخلي المسألة محيرة أكثر عليش تم إيقافها باعتبارا وهي لم تقم حسما قاعدين نشوفه في مقاطع الفيديو بتجاوزات تذكر ومؤسسة الأمن الرئاسي مؤسسة شديدة للانضباط لهنا تولي الحيرة أكثر عليش تم إيقافها عليش تم توجيه تهم هذه الكلها وما فماش أدلة قاعدين نشوفها فهنا نحن نأكد قاعدين نتحظوا علي شفناه فقط فما حاجة أخرين ما شفناهش مما نعرفوش والحيرة هذه مش موجودة في ملف عبير موسي فقط الحيرة هذه تمتد إلى الكثير من الملفات مثلا تمتد إلى ملف غازي الشواشي حكيها لي يخليفة شوية حكيها لي طرق شوية أنا نعرف جيدا غازي الشواشي غازي الشواشي أنا نعرفه جيدا في الفترة ممتدم بين 2014-2019 عندما كان نائبا في البرلمان غازي الشواشي أنا سميته في الفترة هذه كمهندس التعديلات عليش سميته مهندس التعديلات؟ وأغلب النواب كانوا يعرفوا حتى تسمي هذه غازي الشواشي كان أكثر نائب يقوم بتعديلات داخل النصوص القانونية. كان ديما عنده ملف يدور به في أرواقة البرلمان ويفركس على نواب يصحوا معه بشي عدلوا النصوص القانونية الموجودة. علش أنا نحكي في الحكاية دي. لأن الحكاية دي عندها رمزية كبيرة برشة. إذا كان شخص من أكثر الأشخاص يقوم بمقترحة تعديل داخل النصوص القانونية. بماذا يوحي هذا؟ أن هذا الشخص ماهوش راديكالي. هذا الشخص ماهوش هدي في التعامل. هذا الشخص موش انقلابي. هذا الشخص هو شخص إصلاحي. يعني حتى النص القانوني ما يرفضوش برمته. هو يقوم بتعديلات داخل النصوص القانونية. يعني الشخص ديه شخص إصلاحي. وبالتالي المسألة دي تصبح محيرة أكثر في الملفات هذا من الكل. اختصاراً لكل ما قلناه. أنه الزمن القضائي أولاً يجب اختصاره بشكل سريع جدا. لأنه مش معقول ناس تقهد يعني مئة يوم في السجن ومئة وعشرين يوم في السجن. وتحرم من عائلاته. عابير موسي حكينا في فترة من فترة. فترة نتم حتى حرمانها من زيارة أبنائها. وهذه مسألة مخالفة لأخلاق تمامنا. وبالتالي يجب الإصراع في الملفات هذا. أنا مع خليفة في الطرح هذا. يجب اختصار الزمن القضائي. الإصراع في الملفات هذا منزوز جوانب. أولاً الجانب الإنساني والسياسي. وثالثاً حتى بالنسبة للرأي العام التوسي. لأنه إذا كانت تقول لقضية أمن دولة رأي قضية أمن الدولة. لا تهم رئيس الجمهورية فقط. لا تهم الحكومة فقط. تم تنسل كل. ومن حقنا أنه نعرف كل التفاصيل وكل الحقائق. ويجب الإصراع فيها بقدر يمكن.